الثالث وهو متعلق بمنتخبنا الأولمبي كلنا في ظهر المنتخب الأولمبي عنده ألعاب أولمبية في باريس مجموعة فيها مباراة مع أسبانيا ماتش صعب جدا حتى لو معاك الدومنيكان أو كوستاريكا أياً كانت المنتخبات ولكن فيه مباراة صعبة تلعب مع منتخب أسبانيا والمنتخبات القوية في أوروبا فميكالي المدير الفني البرازيلي لمنتخبنا الأولمبي كان محضر قيمة بأسماء اللاعبين اللي ممكن يعتمد عليهم في هذه البطولة والليحة بتسمح لك أنك تجيب ثلاث لعيبة فوق السن وكان فيه مدخلة كانت معايا من حوالي أسبوعين أو أسبوع مع الكابتن محمود حارب المدير منتخب الأولمبي وقال أن فيه معادي دلاين لازم نبعد فيه قيمة المنتخب ولازم يكون فيها ثلاث لعيبة فوق السن اللي هما يعني يكون سنهم أكتر من 23 سنة فطبعاً المنتخب ألف بي لما يفكر في لعيبة فوق السن لازم يروح لمحمد صلاح ومصطفى محمد وتريزيجي واللعاب المحترفة اللي بتلعب في الدوريات الأوروبية بس هنا هي يصطدم بحاجة صعبة أن الدورة دي بتتلعب دايماً خارج الأجندة الدولية ودي برضو مشكلة لازم الفيفا يشوفها الفترة الجاية مع اللجنة الأولمبية الدولية هي بطولة بتقام خارج الأجندة الدولية فلما بتجي المنتخبات الأولمبية تطلب انضمام اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية الأندية بترفض وتبقى للليحة الأندية لها الحق أنها ترفض حتى لو اللاعب عايزة تروح فالمنتخب الأولمبي بقيادة ميكالي اصطدم النهاردة برفض جديد قبل كده رفض ليفربول انضمام صلاح النهاردة نادي ترابزون التوركي قضمكم على الشاشة بيرفض مشاركة تريزيجي في الألعاب الأولمبية في باريس مع منتخب مصر الأولمبي تريزيجي وافع المشاركة على فكرة ولكن النادي تمسك بتواجده بسبب خوض منافسات الدور التمهيدي في الدور الأوروبي المنافسات دي هتتلعب في نفس توقيت إلى الألعاب الأولمبية في باريس وبالتالي هيبقى فيه صعوبة لانضمام تريزيجي مصطفى محمد لسه 50-50 النادي الفرنسي ما حسمش الأمر بشكل رسمي ولكن لعيبة كتيرة انت بتطلب ضمهم كلعيبة محترفة والأجندة الدولية بتبقى عائق لأن الأندية بترفض وبالتالي تبقى للائحة ما تنفعش انت كاتحاد أو منتخب تطلب ضم اللعيب بشكل رسمي بتحاول تتفاوض بشكل ودي فالغير دلوقتي عنده أزمة هل الأزمة دي ممكن بقى تنتقل للدور المحلي هل الأزمة دي ممكن نشوف فيه اختيارات للعيبة مهمة بتلعب في الأهلي لأن الدورة هتتلعب أثناء منافسات الدور العام والأهلي بينافس على الدوري وبراميدز بينافس على الدوري هل هيبقى فيه لعيبة من الأهلي هل هيبقى فيه لعيبة من بيراميدز هل هتبقى فيه لعيبة من نادي بس والنادي تاني لقا؟ هل الأسامي اللي ممكن تتقال في الأيام اللي جاي قبل يوم 3-7 ويتم الاتفاق عليها أو التفاوض عليها أو ارسالها بشكل رسمي ممكن تكون أسامي ما ينفعش تتفاوض عليها لأن الأهل بينافس في الدور بشكل قوي؟ هل المنتخب الأولمبي هيستعين بحارس مرمى من النادي الأهلي؟ هل الشناوي أو مصطفى شوبير؟ هل ممكن يقولك هاتل الاتنين مع حمزة علاء؟ كل دي أكيد أسئلة احنا بيسألها لأن الغد دلوقتي المنتخب اللي بيمتحفز على إعلان أي اسم بيلعب في الدور المحلي لأنه بيتفاوض على الأسماء اللعيبة سمعنا اسم إمام عشور سمعنا اسم محمد عبد المنعم احنا سمعنا أسامي كتير على لعبين في الأهلي ولكن ما سمعناش أسماء كتير على لعبين في أنديها تانية طبعا لنادي الأهلي اسمي كبير ولعبه عنده على أعلى مستوى وأي منتخب عايز يلعب بطولة وينافس لازم ياخد من الأهلي احنا شفنا ده حتى في لندن في 2012 كابتن هاني رمزي كابتن هاني رمزي لما شارك في البطولة خد ثلاثة من الأهلي خد عماد متعب وخد أبوتريكا وخد أحمد فتحي فهل المشهد ممكن نشوفه في باريس في 2024؟ عموما ده ملف هيبقى مفتوح الفترة اللي جاية ولكن النهاردة خبر ترابزون التركي اللي رفض انضمام تريزيجيه أكيد هيكون ليه تبعات سلبية على منتخبنا الأولمبي دي تلت تفاصيل مهمة أو تلت موضوعات مهمة كان لازم أتكلم فيها قبل ما أروح لترند الأهلي والترند العالمي والترند المحلي نطلع نتابع كل اللي جاي ده في آخر أخبار الترند